فنتعرف على طريقة وكيفية في المفتاح التابت نقوم بالضغط على ضبط اليدادات وبعدها نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على إمكانية الوصول وبعدها نقوم بالضغط على التفاعل ومهارات من ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على مفاتح التابت وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعل مفاتيح ثبات وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا التخطي على الزيال لايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله شكرا